الفيديو اللي انتشر للمهندس صبري صدومة اللي قالب الدنيا لما عرفنا طريقته أو شفنا طريقته في توزيع الخير على الناس والفيديو ده قوم الدنيا وما عادهاش من حق كل واحد أنه يتصرف فيما أعطاه الله من حق كل واحد أنه يعمل الخير بالطريقة اللي هو شايفة طيب هل الطريقة هنا صحيحة ولا لأ ممكن تبقى النية صادقة تماما بس الطريقة ممكن تبعث رسائل يعني مش مزبوطة أو غير دقيقة أو تشكك في نية صاحبه فلما شفنا الفيديو وطلبنا المهندس صبري أنه ينورنا فقلنا إيه طيب ماذا يحصل في وجود الدكتور مبروك عطيك مع طبعا تأكيد أنه أنا بقول مرة تانية أنه محدش يطلع على النواية محدش يعرف النواية فين بس حبينا وإحنا بنسأل المهندس صبري ونتعرف عليه أنه نتكلم في الجانب الشرعي أو نتكلم في الجانب الديني والدكتور مبروك منوار بس يعني إيه قبل ما حبدأ مع الدكتور مبروك بتالي الدكتور مبروك هيبع عنده نفس الفضول أنه نتكلم مع المهندس صبري نتعرف عليه ونعرف حكايته ونعرف الأسباب اللي بيوزع بيها بيوزع الفلوس دي كله قد إيه ساعة كام بدأ الحكاية دي إمتى هل ده مبلغ معين ثابت هنعرف من المهندس صبري أولا المهندس صبري يعني إيه إحنا قاعدين على مسافات أمينة صحيح بس هو فضل أنه هو يفضل لابس الماسك أو الكمامة الطبية وأنا بحييه وبشكرك مبدئيا على الحكاية دي برحب وجودك معنا بشمونتس أهلا بي منوارنا أهلا بي ما تحكي لي حكاية الفيديو ده الفلوس اللي أنت بتوزعها دي احكيها لي من وجهة نظرك وحاول تجاوب على الأسئلتي بدأت إمتى؟ بتوزع عن دي إيه؟ كل يوم؟ كل أسبوع؟ إيه لي الحدوث دي يعني العمل بالذات في المادة السري يدس غضب الرب حاجة يعني معروفة وفيش فيها كلام مارست مع الجمعيات الشرعية مع الجمعيات الأهلية وأنا بعمل حاجة اسمها فلو أب لازم أتابع كنت بتتبرع يعني للجمعيات الخيرية المختلفة ولازم بتابع لأني دي للأسف الشريط مشكلة مصر فيش متابعة انت بتتابع؟ اه أنا بتابع فلما بتابعت لقيت حاجات كثير تحزن كثير جدا طب أنا هوجه دماغي لي شكرا بلاش الجانب ده بلاش الجانب بتاع المستشفيات مهازل يعني بتابع ما فيش حد خالص وصقت فيه؟ أنا بتابع طيب والحمد لله يعني فيه أكتر من قضية فيه أكتر من مكان سواء آآ جمعيات أو سواء تبرع في المستشفيات آآ وطبعا البركة في المرحومة المحترمة أمال فامي يعني هي اللي بدأت اللي آآ من زمان مع دي الأورام طب قولي انت بتتوزع الفلوس دي بتدي توزعها إمتى؟ يعني لو أقولك مش هتصدق يعني لا قولي هتصدق من آآ تقريبا آآ آآ تانية سنوة بالنسبة لي بتقف بلاكونة من تانية سنوة؟ لا لا ابتدت ابتدت مش هتوزيع العلني للفلوس دا كده؟ لا العلني يمكن يكون من كم شهر بس من كم شهر بس ابتدت الحكاية دي؟ موسيقى موسيقى